طيب خلينا بقى ننتقل مع حضراتكو دلوقتي لان محتاجين ناخد برضو مكالمة هاتفية ومن الاردن هنروح كابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس التولى بالنازي الاهلي لان احنا لازم نفرح ولازم نهني نفسنا ولازم نعرف كواليس برضو يعني هذا الفوز العظيم كابتن اشرف صباح الخير على حضرتك في البداية ويعني بنهنيك وكابتن الخطيب هنكو كان سعيد جدا بيكو كل الاهلوية وكل الجمهور اكيد سعيد بهذا الفوز الجميل لان بيصبقوا كواليس وجهد وتعب كان كبير جدا جدا من يعني رجالة الاهلي زي ما بيتقال خلينا نقول فكابتن اشرف خلينا نسمع من حضرتك ونعرف منك برضو هذه التفاصيل فضل افنج فكابتن الخطيب على التنات والفريق والفريق الشايدات وتانيهم فريق الرجال طبعا الفوز البطولة بياتن جي بعد مجهود واستعداد كبير استعدنا البطولة قبلها بشهرين وعملنا معسكر تاخلي وبينا نتمرن صرفة معطلق والولاد بزلوا مجهودوا ويسيبوا اعمالهم ودراستهم علشان يجوا يتمرنوا ومستوىهم يزيد علشان عارفين ان المنافسة في البطولة دي كان المتوقع ان هي عتبها منافسة كبيرة وده فعلا الحصر كانت نفسة كبيرة جدا كل الفرق جابت لعبين محتلفين اجانب ترتيبهم من العشرين على حالم وفيما فوق وما فيش فرق جابت في البطولة ما كانش معها محتلف الحمد لله ربنا اقرامنا تقريبا المرة دي 19 فوز بالطورة العربية المستقلعة ولاد بنا بالضبط كان حاجة يعني مشرفة جدا بصراحة يعني لو حضرتك شفت التعليقات على السوشيال ميديا وعلى تويتر وعلى صفحة قناة الاهلي وعلى النادي يعني الناس فعلا مبسوطة جدا وشعرين بفخر كبير يعني احنا بطلتين وراء بعد كده عظيم جدا أو عظيمين جدا لكن ده خليني اروح لكابتن محمود الخطيب واللي قاله هذا الفوز حيخلينا أو حيضع على اللعيبة يعني عبء كمان كبير جدا علشان يفضلوا بنفس المستوى فيه المستقبل ويحققوا مزيد من البطولات فخليني اعرف من حضرتك برضو ده طبعا احنا يعني عشان نشتغل في النادي الاهلي واللعيبة العيبة في النادي الاهلي عليهم ضغط على طول صحيح ان احنا نتصلح من البطولة بنجهل في البطولة تانية لانه هو معروف النادي الاهلي المركز الاول المركز التاني بالنسبة لنا بيبقى اننا الأسير صحيح فكل هدفنا دايما في كل البطولة بنخشها ان احنا نطلع المركز الاول نطلع الاول ونستعد البطولات اللي بعد كده علشان نطلع المركز الاول فطبعا ده مجهود كبير بيتبذل في التامرينات وفي الاستعدادات وبرزو برضو طبعا احنا بنشكر مجلس الادارة وبنشكر مكاتنا روح عبدالقادر ان هم بيوفروا لنا كل السجن ان احنا نقدر نحقق الموضوع ده يعني المكاسب الكبيرة الحمد لله للفريط الناس الطاولة بيبقى وراها مجلس الادارة ومكاتنا روح عبدالقادر وتوفير كل مسلدمات الناس الطاولة علشان الناس تقدر تكمل وتقدر تستعد البطولات الجاية عشان يحاول مركز الاول على فضل يا رب دايما بنهني حضرتك مرة تانية وحقيقي اسعدتونا جدا بهذا يعني الفوز اللي حنقول عليه دابل بقى سيدات ورجال ورا بعد شكرا لك يا فاندم جين